الناس تشوف كمان سيدة الرئيس مع سادة الوزراء وهنا بنتكلم على رئيس الدولة بيتكلم ازاي عشان يدعم نظام التعليم وعارف التعليم عندنا مشكلة وعارف حجم الانفاق يعني عايز اده مرتين 13 سيدة وعارف كده وبيقول كده دايما ولكن في حدود الامكانات المتاحة في دعم النهاردة لتعليم نتكلم تعليم جامعي نتكلم على السبعتاشر جامعة تكنولوجية الجديدة والسندوق طرح مصري هيتحمل نص التكلفة ثم النهاردة بنتكلم سيدة الرئيس عايز الميت مدرسة دول مش في خمس سنين عايزهم في سنة يعني اكتوبر يدخلوا العام الدراسي القادم اللي هو العام الدراسي ايه 24-25 سيدة الرئيس عايز يخلصهم في سنة السنة الدراسية اللي جاية نبدأ اكتوبر يدخلوا اكتوبر في 24-25 فهنا الرئيس عايز 3000 فاصلة حدتهم قال عشان الدكتور راح جازي ماذا قال الدكتور مصابا مدبولي طبعا الدكتور مصابا مدبولي النهاردة بياخد الارقام وياخد الارقام ويساعد الرئيس انه الحكومة كمان فانت كل ده ضغط على الموازنة ولكن هل عندك بديل هل عندنا بدايل لا انت عايز النهاردة لانه داخل عندك 750 ألف 750 ألف طفل جداد دخلين تعليم كل سنة تمحتاج تلات تلاف فاصل في المئة مدرسة يخلصوا في السنة ويسألوا لا والخطة بتاعتك الخمسية اشتغل عليها كمل ده خلاص خدت النسبة دي أو المجموعة دي أو العدد ده من المدارس لدلوقتي في خلال سنة لازم ست رئيس تكليف خلاص عندكو الارض وخلصوا وجاهزوا مدارس تعليم نظام تعليم اللي احنا عايزينه في مصر عندنا منظوم التعليم عايزة يقولوكم النهاردة من الناس النهاردة الأسر في حدود إمكانيات كل الأسرة كل واحد نهاردة عايز يعلم ولاده أحسن تعليم واتق انفقق كله يبقى على أفضل تعليم في الآخر في ولادك مين فينا مش عايز يعلم ولاده كويس كل واحد فينا بيدور على أحسن مدرسة أحسن جامعة للولاد ويتخرج يبقى عنده لغة واتنين وناس يبقى عندها تلاتة ومتالب الناس بتصرف على التعليم الناس تقتصد من فلوسها وأكلها وشربها عشان تعلم ولادها ناس أنا عرفهم بيبيعوا اللي وراهم ولادهم عشان يودوا ولاده أفضل جامعات التعليم النهاردة غالي جدا بقى تكلفته غالية بس في الآخر هيديك ابنك أو بنتك ولادك يعني متعلمين إزاي ومتأسسين إزاي دخلوا مدارس كويسة تأسسوا طلعوا مدارس لجامعات كويسة تأسسوا وبالتالي يبقى عندك في أي حتة تتباهى بيه وأي حتة يروح أي مكان يبقى يشرفك كده ويشرف نفسه كمان ويخدم بلده بواجهة احترمة شوفوا أولادنا النهاردة بابقى سعيد جدا شوفوا أولادنا النهاردة كلهم ما شاء الله تروح مثلا عايزة أقول لكم إحنا عندنا ما في دولة بروحها لو فيها مصريين رحنا مع سيد الرئيس موسكو أولادنا بيتعلموا هناك فأحسن جماعات في الروسية رحنا أيضا إيطاليا أحسن جماعات في إيطاليا في فرنسا الناس بتشغل في قصر إليزي أنا قابلته مصريين في قصر إليزي قصر الحكم في فرنسا فده يبقى أي مستوائي في ألمانيا في أمريكا في ما في دولة إلا وتلاقي مش هكلم عن دولة العربية يعني دولة العربية طبعا كتير ولكن بتكلم حتى لو أنا بتكلم على نمازج في اليابان في اليابان في الصين تلاقي مصريين موجودين يابيدرس يابيشتغل وشتغل شغلانة محترمة إنجلترا شوفوا يا ما مصريين قدي في إنجلترا قد أحسن جامعات وأحسن مستشفيات وأحسن أماكن مصريين تبقى أنت فخور هو ده الابن الشاب المصري أو البنت المصرية أعرف بنات يعني أولاد أسر يعني ليه ما شاء الله أحسن جامعات في إيطاليا وأحسن شغل في إيطاليا مصريين أنت عز عزة عشان كده عندك في مصر النهاردة كل الجامعات والتقامة مع أكبر الجامعات في العالم موجودة عندك النهاردة في العاصمة وغير العاصمة فلاهتمام الدولة بالتعليم النهاردة والرئيس عارف طبعا عندك بس عايز فلوس عايز فلوس كتير قوي عشان تعمل ده إن إحنا عندنا كل سنة شوفوا بيدخلوا قدي ويتخرجوا قدي متابع ما إذا قال سيد الرئيس أيضا على يبقى هنا تكلمنا على تعليم جامعي تعليم عام ولكن ماذا عن الرياضة ترجمة نانسي قنقر